اول سؤال عندنا بيقول هل يجوز للزوجة انت نام عند اختها ليلة او ليلتين مع العلم ان زوج اختها موجود في البيت طيب السؤال ده يا سيدي موجه يعني الكلام ده في الغالب هي سألها عشان جوزها يسمع لان او حد تاني يسمع عشان هو بيقول لها ما ينفعش تباتي عند اختك هشان جوزها موجود بس يا سيدي ده ما ابني على معنى مهمة اوي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا يخلوانا رجل بمرأة الخلوة هو ان الناس تدخل مكان وتقفل عليها بالمفتاح ومحدش يقدر لا يشوفهم ولا يدخل عليهم في مكان لوحدهم هذا غير متحقق اذا باتت المرأة عندي اختها فهي هي بيتة في بيت اختها واختها موجودة ومش بيتة في نفس الغرفة مع زوج اختها ومش مقفول عليهم بالمفتاح فاذا كانت هي بيتة في قوضة من القوط اللي موجودة في الشقة واذا كانت هي موجودة وما حصلش اي نوع من النار الخلوة هذا ليس حرامة طب ان هي بيتة عند اختها ليلا او ليلتين هل في مخالفة شرعية لا ليس في مخالفة شرعية ليه لان بيتة في مكانه مغلق عليها الباب وهي وجوز اختها مش بيتين في مكان واحد وقفلين عليهم طب ما في شقة واحدة مع اختهم موجودة اختها موجودة متى يكونوا هذا حراما اذا هم دخلوا في قوضة وقفلوا عليهم امم الاثنين عد شقدر يدخل عليهم ولا حد يشوفوا طب وخير كده لا ما ينفعش بس هل ده معناه بقى هل ده معناه ان الست اللي بيقول لها جوزها ما تبتيش عند اختك وجوزها موجود ان هي تروح تبات مخالفة لامره لا طب تعمل ايه تحاول تفهمه ان دوت ايه سبب هذا الامر هذا المبيت طيب اذا كان هو مش موافق ايه دوت ملوش دعوة بمسألة الخلوة ده ليه دعوة بمسألة ايه طاعة الزوج طب انا بقول كده ليه ان في الغالب السؤال ده بيتكرر الزوج عنده موقف من اخت مراته وهو مش عايزها تعد معاها ولا تختلط بيها ولا السؤال ده بيتكرر كتير لا عايزها تعد مع اختها ولا تختلط بيها ولا تفضل معاها على طول ولا اي حاجة فايه اللي بيحصل فبيحاول بقدر امكاني ان هو يعمل ايه يمنعها من البقاء مع اختها لان حاس ان هو بيتقلبها عليه فبيعمل كده فيقول لها ما تروحيش وتباتي عند اختك فهي بتسألنا هل يجوز للزوجة ان تنام عند اختها طبعا يجوز بالضوابط الشرعية اللي احنا تكلمنا عليه ان هي وموجودة وزوج اختها موجود تكون ملتزمة ب بستر ستر عورتها وفي نفس الوقت ما يحصلش فيه اي خلو اذا كان ده متحقق فخلاص ده مش يكون حرام لكن في نفس الوقت ما يكونش دوة لو كانت هي متزوجة رغما عن زوجها